استشهاد المسؤول في كتائب شهداء الأقصى إبراهيم النابلسي في نابلوس رفع منسوب التوتر على الأرض في الضفة الغربية توتر دفع المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية إلى رفع مستوى التأهب في صفوف الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن الإسرائيلية تحسبا لأي رد على استشهاده سواء في الضفة أو في الجنوب الخشية الأساسية تكمن بحسب محللين من رد انتقامي وعملية محاكاة لنشاط الشهيد النابلسي الذي وصف بالجرأة والشجاعة ولقب بنجم الشبكة في إشارة إلى شبكات التواصل الاجتماعي بعد تصفية النابلسي يحذرون في المؤسسة الأمنية والعسكرية من عمليات انتقام لأن النابلسي كان له تأثير كبير في الضفة الغربية وفي نابلس وجنين تحديدا الشهيد النابلسي بما يمثل من حالة تحولت إلى ظاهرة في شبكات التواصل الاجتماعي يعكس إلى حد كبير برأي معلقين صورة أبناء الجيل الفلسطيني الجديد الذين يقاتلون الجيش الإسرائيلي ولسيما في مخيمات نابلس وجنين ويطرح على جدول الأعمال ساحة الصراع الجديدة وهي شبكات التواصل الاجتماعي التي تحولت إلى ساحة مقاومة بما تضج فيه من مواد وأفلام وصور تتعلق بالنزاع مع إسرائيل وعلى وقع حال الترقب التي تسود الأجهزة الأمنية الإسرائيلية حذر خبراء من أن مسارعة معظم المسؤولين والشخصيات السياسية في إسرائيل إلى مباركة اغتيال النابلس انطلاقا من دوافع شخصية وانتخابية قد تشعل الشارع وأشاروا إلى أن من يشكر عليه أن يعرف أيضا تبني المسؤولية عن الإخفاقات في المستقبل